الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة ولم يقل الصلاة حتى نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي آمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها واجباتها ومكملات السنن ولا نأتي بمبطل من مبطلة الصلاة حتى تکونا الصلاة قائمة هذا glue لكننا نأتي بمبطل من مبطل يقول أنا صليت قد يقال أنه صلى لكن ما أقام الصلاة ولا تقبل منه هذا الصلاة أروار طلالام وضوو اللامل طلقرار اللذي فاتحه وضامل طلقرار أبر طلقرار طلق بطار انت صلالام أنا لانده طلقاي طلقاي آغة ونميان طلقاي آغة إرنده كده يادي ايرنده طلقاي كريا ركون غلي نبندني غلي أبر بينا بيلاي الصلاة المفروضة خمس الفجر ركعتين الظهر أربع ركعات العصر كذلك أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات إذا سافر العبد وصلي الصلاة الرباعية ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء وصليها ركعتين ثلاثة تعجب وَلَا تَخَلَّفْ عَنِ الْجَمَاعَ إِلَّا مُنَافِقْ ظَاهِرِ النِّفَقْنِ الصَّلَالَ عَافِيَ السَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَمَاعَثُ تُولْغَيْ بِتْتُمْ وَرُوَرْ بِنْوَانْقُ كِرَارَنْ دَالْ عَذَلَيْهِ كَلَنْدُكُلْ لَعَمَلْ إِرُكْرَارَنْ دَالْ أَوَرُوَرُ مُنَافِقَةَ أَوْتَانِ الرُّبَارَ نعم. الله أعلم